اكد معالية سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان ازدهار وتنام العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة يعكس عمقا استراتيجيا وتكاملا شاملا بين البلدين والشعبين الشقيقين مثمنا عاليا ما تحظى به العلاقات البحرينية المصرية من دعم مشهود ومساندة متواصلة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه وأخوه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة حفظه الله ورعاه نعم جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة ولوفد النيابي المرافق له بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وبينا رئيس مجلس الشورى أن هذه الزيارة ترسخ ما يجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من أواصر المحبة والمودة منوها باستمرار توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة في المجالات الحيوية والمهمة وتعميق التعاون البناء والمثمر خصوصا في المجالات التعليمية والثقافية والتجارية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية وغيرها من المجالات الواعدة ولسيما في المجال التشريعي وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين من جانبه أعرب معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن عميق الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه العلاقات البحرينية المصرية من تقدم وتطور مشهود في المجالات كافة مؤكدا أن هناك العديد من المحطات المهمة الراسخة في العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وتتجسد فيها صورة الأخوة والتعاضد وتؤكد مضي البلدين لتحقيق الطموحات والتطلعات المشتركة ونعتقد أنها فرصة للتأكيد على عمق العلاقات المتجدرة والعميقة والطويلة ما بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وهذه العلاقات تحضى برعاية القيادتين الحكيمتين في كل البلادين جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين أيضا تربطهم علاقات صداقة قوية تترجم فعلا هذه العلاقات التي تميز بها العلاقة بين البلدين وعملية التنسيق والتعاون قائمة على قدم وساق على مستوى القيادات وعلى مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب ونحن في الصرطة التشريعية بما نملكه من صلاحيات نعمق هذا التعاون سوى كان في المحافل القليمية أو للدولية